موسيقى موسيقى إنها ساعة الثالثة والعشرون في يوم مليء بالأحداث وفيها نتابع القاهرة تكشف عن مقترح أمريكي بإدارة دولية لمعبر رفح وانسحاب إسرائيلي من مناطق تمركوزها ومسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن محاولة اغتيال الضيف أضرت بالمفاوضات وعطلتها وأهالي المحتجزين يحاصرون نتنياهو بالهتافات لإبرامي صفقة ويعيدون بملاحقته حتى واشنطن وفيها أيضا الجيش الإسرائيلي يستدعي الآلاف من الحاردين للتجنيد الأحد المقبل والمئات منهم يتظاهرون ويقطعون الشوارع غضبا واحتجاجا والغضب يدفع بعضهم للاعتداء على جنرالين بالجيش عمان تشهد حادثة نادرة بالاعتداء على أحد مساجدها وتساؤلات حول ما إذا كانت الطائفية تطرق أبواب السلطنة ومخاوف من إعادة إحياء داعش في المنطقة بعد نشاطه المفاجئ بالعراق ضمن الحرب الإعلامية المتبادلة الدعم السريع تنشر مقاطع لقائد هحمدتي تقول إنها بجوار القصر الجمهوري والجيش ينفي ومع تراجع حدة المعارك ازدياد حدة المجاعة وسوء التغذية بفعل خروج ثلاثة ملايين فدان عن الخدمة بسبب الحرب والهجرة الدولية تقول إن عشرين بالمئة من سكان البلاد نازحوا بسبب الحرب منهم مليون شخص فروا عبر الحدود إلى تفاصيلها أفاد مراسل الغد بأن الولايات المتحدة قدمت مقترحا إلى مصر وإسرائيل لحل أزمة معبر رفح وممر فلادلفيا وأوضح مراسلها أن المقترح يشمل انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي أقيمت مؤخرا وتركيب وسائل تكنولوجية فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب السلاح بحسب ما جاء في المقترح وأن يدار معبر رفح عبر جهات دولية ومساعدة فلسطينيين لا علاقة لهم بحركة حماس كما يشمل المقترح تنفيذ أعمال هندسية لتأكد من عدم وجود أنفاق وأن تحصل إسرائيل على ضمانات مصرية لمنع تهريب السلاح قبل الانسحاب من فلادلفيا والمعبر قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة هارتس إن محاولة اغتيال القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف قبل أيام أثرت سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس ودللت الصحيفة على زعمها بعدم مغادرة رئيس الموساد إلى قطر لإجراء مفاوضات مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب حماس من المفاوضات فإنها لم تعد كما كانت قبل محاولة اغتيال الضيف واختتمت بتأكيد عدم تحديد مواعيد لاجتماعات أخرى بشأن المفاوضات من بينها قمة رباعية تضم مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إصراره على تحقيق ما وصفه بالنصر المطلق وإعادة المحتجزين وضمان أن لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى وخلال حفل بمناسبة مرور عشر سنوات على ما يطلق عليه حرب الجرف الصامد على قطاع غزة توعد نتنياهو بزيادة الضغط بشكل أكبر على حركة حماس وزعم أن الشرعية الدولية والداخلية تسمح للاحتلال هذه المرة بخوض الحرب حتى النهاية وقاطع حاضرون مراسم إحياء ذكرى قتل الحرب كلمة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ ورددوا هتافات مناوئة له متهمين إياه بأنه المذنب في مقتل ذويهم كما طالبوه بضرورة إبرام صفقا هذا وأعلنت عائلات المحتجزين عزمها التوجه إلى واشنطن خلال وجود نتنياهو هناك لمطالبته بإبرام صفقة التبادل من جهته أشار وزير جيش الاحتلال يو آف جالنت إلى عدم وجود عوائق أمنية تعرقل تنفيذ الصفقة داعيا إلى بذل مزيد من الجهود قبيل مغادرة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية الفجوات بين نتنياهو ومفاوضيه في صفقة التبادل ووقف إطلاق النار باتت أكبر من أن يخفيها الطرفان أو يتجاهلها الإعلام الإسرائيلي وزير جيش الاحتلال يو آف جالنت يؤكد خلال اجتماع مع عائلات مجندات إسرائيليات محتجزات لدى المقاومة في قطاع غزة أن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس من خلال المفاوضات الجارية بات أقرب من أي وقت مضى وأن ثمت إجماعا لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية الجيش والشباك والموساد على أنه لا توجد عقبة أمنية تحول دون إتمام الصفقة جالنت رفضت تعليق عما إذا كان يعتبر أن نتنياهو هو العائق الرئيسي الذي يمنع إبرام صفقة تبادل لكنه بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية حث عائلات المجندات المحتجزات على الاجتماع مع نتنياهو في محاولة للضغط عليه ودفعه لإتمام الصفقة هيئة البث العام الإسرائيلية كشفت أيضا عن خلافات عميقة في الرأي بين نتنياهو وفريق التفاوض بشأن محور فلادلفيا ومعبر رفح وبعض الشروط التي يصر عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية في إطار الاتفاق المحتمل وذكرت أن نتنياهو يصر على عدم الانسحاب من محور فلادلفيا والإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة وعدم السماح بعودة سكان غزة بحرية إلى شمالي القطاع ويصر نتنياهو أيضا على اتباع أسلوب الضغط العسكري والثبات في المفاوضات من أجل إعادة المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى الخلاف وعدم الثقة بين نتنياهو والجيش لم يقتصر فقط على المفاوضات وخطة اليوم التالي للحرب بل إن نتنياهو أصدر أوامر منذ الأيام الأولى للحرب منع من خلالها الجيش من تسجيل وتوثيق محاضر الاجتماعات التي توقد في مركز قيادة العمليات في مقر وزارة الأمن في تل أبيب المسمى بالكريا ويولي مهمة تدوين البروتوكولات الأمنية لمكتبه حصرا وفق ما كشفت صحيفة هارتس الصحيفة نقلت عن مصدر مقرب من نتنياهو أنه فضل عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات وذكر التقرير عدة وقائع تكشف عن انعدام الثقة منها طلب إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش هيرسي هاليفي والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل الأسبوع الماضي وفي حفل تخريج ضباط جدد من الجيش حضره نتنياهو دعا جالنت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة ورئيس الأركان ليرد عليه نتنياهو قائلا إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تجرى بعد انتهاء الحرب ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية حرب الإبادة على غزة تستمر وتستمر معها حرب لم تعد خفية بين المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال فالكل يريد على ما يبدو أن ينجو ببدنه من عقاب اليوم التالي وينضم إلينا للتعليق من استيديوهات الغد بوسط القاهرة دكتور مخيمر أبو سيعته وستاذ العلوم السياسية بجماعة الأزهر دكتور مخيمر العدوان الإسرائيلي على مواصي خانيونس وعلى رفح وأيضا على النصيرات والمغازي وضرب المدرسة التابعة لأنروا في اللحظات أو في الساعات الأخيرة تأثير هذه الجرائم والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على ملف المفاوضات مساء الخير دعني أبدأ بالقول بأن ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرة وإنهاء الحرب هو ملف متعثر من أول يعني هو تعثر أكثر بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواصي خانيونس والتي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها كانت محاولة لقتل محمد الضيف القائد العسكري لكتائب القسام ويقول جيش الاحتلال بأنه قتل مسؤول لواء خانيونس رافع سلامة ولكن ما أردت أن أقوله أن المفاوضات متعثرة مسبقا لسبب واضح وهو أن رئيس الحكومة في إسرائيل نتنياهو يحاول بشكل متكرر يعني إفراغ أي صفقة تبادل من مضمونها وإفشالها وهذا ما أكدت عليه أكثر من مصدر أمني إسرائيلي وهذا ما تقريبا يستشف من حديث رئيس وزير الجيش الإسرائيلي الذي قال اليوم بأن الفرصة سانحة من أجل التوصل إلى صفقة أسرة وأن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يتعامل مع تبعات أي صفقة تبادل أسرة وطالب عائلات المجندات بالضغط على نتنياهو قبل الذهاب إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي كل ذلك يشي بأن نتنياهو هو من يعرق الصفقة ولكن أكيد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على موازي خانونس وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا يعني أجج الموقف أكثر مما هو مأزوما في السابق هذا التضارب الذي يبدو بين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هو تضارب متفق عليه كنوع من توزيع الأدوار أو كما قال تقريرنا قبل قليل هناك خلاف بين القيادات الأمنية والسياسية في إسرائيل أنا لا أعتقد بأن هذا هو تبادل أدوار أو خلاف شكلي واضح أن هناك خلاف حقيقي وجوهري بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش جالانت ودعني أذكر حضرتك والمشاهدين بأن هذا الخلاف يعود إلى بداية عهد هذه الحكومة وهذا الاتلاف الحاكم الذي شكل في نهاية ديسمبر من العام 2022 وشرع مع بداية العام 2023 بمسألة الإصلاحات القضائية في إسرائيل وكان يؤاف جالانت وزير الجيش من المعارضين لموضوع الإصلاحات القضائية التي كان ينوي ويعمل عليها نتنياهو وأذيع في ذلك الوقت في مارس من العام 2023 عن خبر إقالة وزير الجيش من منصبه هذه كانت بداية الخلاف بين نتنياهو وقالانت تعمقت الخلافات بعد السابع من أكتوبر في أكثر من ملف هناك خلاف بينهما فيما يتعلق باليوم التالي للحرب ودعني أشير بنقطة أخيرة لو سمحت لي فقط ما أشار إليه يؤاف جالانت عن ضرورة إجراء تحقيق يشمل رئيس الحكومة ويشمل وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان وكل المسؤولين في إسرائيل وهو بالتالي يعني يريد أن يقول بأنه رئيس الحكومة يجب أن لا يعفى من المسؤولية عما حصل في السابع من أكتوبر الحديث عن المقترح الأمريكي الذي نقشه الجانبان المصرية والإسرائيلية والذي يشمل انسحابا إسرائيليا من معبر رفح ومحور فلادلفيا قابله تصريح لوزيرة الاستيطان الإسرائيلية بأنه إذا من سحب الجيش من محور نتساريم وفلادلفيا سنسقط الحكومة كيف ترى احتمالية توقيع مثل هذا الاتفاق يعني أولا من الواضح بأن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة يعني أن تذهب إلى وقف اطلاق نهر قبل أن يذهب الحزب الديمقراطي للمؤتمر الذي يعلن فيه ترشيح بايدن من جديد لرئاسة الحزب الديمقراطي ومن الواضح بأنه كما جاء في مقابلة الرئيس الأمريكي مؤخرا أنه لا زال يعتقد أنه يمكن أن يعمل على موضوع التطبيع السعودي الإسرائيلي ولذلك لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى منحصرة في ملف غزة وملف الحرب على غزة تريد أن تتفرغ لقضايا أخرى ولكن هنا دعني أشير بأن نتنياهو حاول إفشال هذه الصفقة وأعتقد هناك تصريح اليوم لنتنياهو يقول فيه بأن أجهزة الأمن في إسرائيل هي من فرضت على نتنياهو القبول بمقترح بايدن بمعنى أن نتنياهو لم يكن يريد أن يقبل بمقترح بايدن الذي أعلن عنه في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي وكان هناك تباطئ حتى من قبل نتنياهو في قبول هذا المقترح وبالتالي الآن يحاول نتنياهو إفشال هذا المقترح من خلال وضع شروط جديدة وثانيا تهديدات اليمين المتشدد حزب العظم اليهودية وحزب الصهيونية الدينية الذين يرفضون أي صفقة لوقف اطلاق النار في غزة على الجانب الآخر الاتفاق يتضمن شروطا أنية صعبة ومنها أن يدار المعبر عبر جهات دولية بمساعدة فلسطينيين لا علاقة لهم بحركة حماس بالإضافة إلى بقية الشروط الأمنية الصعبة إلى أي مدى يمكن أن تقبل به حماس وأن يقبل به الجانب المصري أنا أعتقد أن هذه المقترحات الأمريكية الجديدة التي تحاول أن تصل فيها إلى حلول وسط من أجل الخروج من عنق الزجاج أو المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات الآن ولكن لا أعتقد أن هذه المقترحات الأمريكية مقبولة سواء على الجهات السيادية في مصر التي تلتزم باتفاقات سابقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني لأنه أولا الحديث عن وضع مجسات إلكترونية فوق الأرض وتحت الأرض على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر أعتقد أن هذا أولا يقع ضمن سلطات الجهات السيادية في مصر التي ستقرر القبول أو رفض مثل هذه المقترحات أما بخصوص نشر قوات دولية أو أن يعمل معبر رفح من خلال قوات دولية وجهات فلسطينية ليست محسوبة على حماس هذا ليس فقط مرفوضا على حماس ومرفوض كذلك من الكل الفلسطيني هناك سلطة فلسطينية هي عنوان للشعب الفلسطيني لماذا لا يدار معبر رفح مرة أخرى من جانب السلطة الفلسطينية التي أدارت هذا المعبر عمليا حتى العام 2007 وكان هناك محاولة أخرى فيه أعتقد كانت فيه العام 2017 لإعادة تشغيل هذا المعبر وبالتالي الذهاب إلى مقترحات جديدة لا أعتقد أن هذا يحل المشكلة بقدر ما يحاول أن يساعد نتنياهو والحكومة في إسرائيل في البحث عن حل وسط لمساعدة نتنياهو شكرا جزيلا لك دكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة كنت معنا من استيديوهات الغد بوسط القاهرة في الآوينة الأخيرة شهدت إسرائيل تصاعدا ملحوظا في التوترات السياسية والأمنية بشأن تطبيق قرار تجنيد الحريدين وكان آخرها تعرض ضابطين كبيرين في الجيش الإسرائيلي لاعتداءات من قبل عدد من الشبان الحريدين بعد اجتماعهما مع أحد الحاخمات واعترضت سيارتهما وألقيت الحجارة وأشياء أخرى عليها قبل وصول دورية من الشرطة إلى مكان الحادث وكان الهدف من الاجتماع الذي عقد في مدينة بن براك بوسط إسرائيل البحث عن طريقة مشتركة لإقناع الشبان الحريدين بالالتحاق بالجيش وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا إصدار استدعاءات لآلاف الحريدين اليهود للخدمة العسكرية على أن يطبق القرار يوم الأحد القادم جاء الإعلان بعد قرار المحكمة العليا في الخامس والعشرين من يونيو الماضي والذي قضى بتجنيدهم وذلك بعد عقود من حصولهم على إعفاءات جماعية من الخدمة العسكرية الإلزامية وفي أعقاب قرار المحكمة أصدر مكتب النائب العام تعليماته إلى وزارة الجيش بضرورة تنفيذ القرار وتعد الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون للتفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب في السياق نفسه تظاهر المئات من الحريديم احتجاجا على قرار تجنيدهم في صفوف الجيش وأغلق المتظاهرون شارعا رئيسيا في القدس بينما قامت القوات الإسرائيلية بالاشتباك معهم واعتقال عدد منهم وينضم إلينا للتعليق من حيفا إيهاب جبارين المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية سيد إيهاب أزمة الحريديم تطفو على السطح من جديد هذه المرة بقرار يبدأ الأحد القادم بتجنيدهم بعد عقود من إعفائهم من الخدمة الإلزامية أين موقع هذه الأزمة في الداخل الإسرائيلي الآن وما تأثيراتها؟ نعم تحياتي ومساء الخير يعني بدأت أن يجب أن نسأل إسرائيل الأول لماذا الآن ولماذا تجنيد الحردين وما هي التجنيد الحردين وأساسا قبل كل هذا هل هناك أصلا نقص في عداد الجنود الإسرائيليين عندما تكون هناك ربما قضية مستهلكة أو يتم التعامل معها كأمر ثابت بأن هناك نوع من النقصان وأن الجيش صغير وذكي يعني يعتمد على القوى السيبرانية الذكية ولكنه صغير القوام فسأل الذي يبطح نفسه هل فعلا هذا الجيش هو صغير؟ هذا في المقام الأول إذا تحدثنا عن النسبة نحن نتحدث عن دولة لا تتعدى عدد سكانه العشرة ملايين لديها تقريباً مئة وثمانون ألف جندي في هذه الرحظة وبالإضافة إليها أكثر من أربعمائة ألف جندي في خدمة الاحتياط تقريباً أربعمائة ألف أو ثلاثمائة وخمسون يعني إذا حتى أردنا أن نختزل بعض الأرقام في الولايات المتحدة نحن نتحدث عن نصف مليون جندي في لدى يوسيا نحن نتحدث عن مليون جندي تقريباً أقل من مليون جندي بقليل الهند الدولة الكبرى في عداد السكان حدث عن مليون ومائتين نسبة لعداد السكان أنا باعتقاد إسرائيل هي ربما يوجد بها تضخم في الجنود إذن ما هي القضية في المقام الأول؟ القضية كنت كان ذكرت قضية الدباط الذين حضروا للتفاهم مع الحاكمات حول جزئية كيفية تفعيل هذا القانون وما إلى ذلك بداية بما أن المحكمة كانت قد أقار بأذهاب أو بأهمية أو بإلزام الوزارة بتطبيق القانون فبالتالي الوزارة باتت منزمة قضائية أمام الجهات القضائية بتطبيق هذا القانون الجزئية لماذا الآن؟ لأنه كانت يريد هذا الآن كانت يريد إحداث أزمة تحديدا الآن في هذا التوقيت وكذلك الجيش بكل حال من الأحوال في هذا التوقيت تحديدا إحداث أزمة سياسية تربك المشهد بالنسبة لبن يمين نتنيه هذا في المقام الأول ولماذا؟ قبل أن نخوض لماذا؟ يجب أن نأخذ قاعدة أساسية هل فعلا الجيش يريد تجنيد كل هؤلاء الحالين؟ هل يوجد لديهم الكفاءات التي قد تلب بإحتياجات هذا الجيش؟ جسديا لا ويعني تعليميا وخبرا كذلك لا بطبيعة الحال الحالين يعلمون ذلك الجيش يعلم ذلك إذن الجيش تطبيق القانون أو تطبيق القضائه وبات أولا لكي يزير عن كاهله هذا الأمر في المقام الأول ولكن التداعيات السياسية هي الأمر كانت تريد هذا الاحتدام مع بن يمين نتنيه وليوبك له المشهد كذلك بطبيعة الحال بالنسبة للجهات في داخل الجيش لمحاولة الضغط على الشارع الإسرائيلي للسروج ضد بن يمين نتنيه ومحاولة الاحتجاج ضد سياسات بن يمين نتنيه وأهد المشهد من حيث يريد أن يرمي به بن يمين نتنيه إلى المطب الأساس ألا وأن هذه الحكومة تحاول أن تلبي رغبات فئات معينة في داخل إسرائيل قطعات معينة في داخل إسرائيل ولا تربي كل الاحتياجات لكل القطعات في داخل الشارع الإسرائيلي والاحتدام وكل ما كان عليه في داخل 2023 كله بات يطفي إلى السطح مالة أخرى في محاولة للضغط إلى بن يمين نتنيه وبالتالي مثل هذه الاحتجاجات ومثل هذه الأرباكات للمشهد يوجد لديها حال واحد العودة إلى 2011 عام 2011 كان هناك مشهد نوربك في داخل إسرائيل كان بكل معنى الكلمة هناك احتجاجات اقتصادية أربكت المشهد بالنسبة لبن يمين نتنيه ماذا قام بن يمين نتنيه آنذاك؟ بعقد صفقة شاليت لكي يحاول أن يزيع المشهد السياسي في داخل إسرائيل من الاحتجاجات الاقتصادية إلى الصفقة بالتالي هذه الاستهلاك يحاول أن يقوم به الآن كذلك المستوى العسكري الذي لا يستطيع أن يتدخل بشكل مباشر في القرارات السياسية على بن يمين نتنيه وربما هذا هو السؤال ما هو التصرف الذي يمكن أن يلجأ إليه بن يمين نتنيه هو المعروف دائما بمراوغاته وبقدراته السياسية على الخروج من مثل هذه المواقف؟ سؤال جميل هنا يجب أن نعود ربما إلى هل ما زال هناك الكثير من الأوراق التي يستطيع أن يتلعب بها بن يمين نتنيه ولماذا الآن؟ هناك ما هي الأوراق التي يمكن أن تسقط بيمين حكومة هذا اليمين المتطرف في داخل إسرائيل؟ وهي ثلاثة أوراق الورقة الأولى طبعا بطبيعة الحال هي ورقة قانون التجليل الورقة الثانية هي ورقة قانون تسمية الحاكمات كذلك يتعلق بالحال ديم والورقة الثالثة بطبيعة الحال هي الصفقة الآن لنعود إلى الترتيب الأول لكل ورقة ورقة إذا تحدثنا عن تسمية الحاكمات أو كذلك قانون الحاردين هناك نوع من اللغص الموقف الحاردين في كل القانونين واضح لكن الصهيونية الدينية على طرفيها تريد قضية التجنيد بطبيعة الحال أي هذا الأمر بات مربكا كذلك في صفوق أخرى ولكن ليس هذا هو مطب الفرس مربط الفرس عفوا المربط بطبيعة الحال هو في داخل الليكود هناك انشقاط حقيقي في كل القانونين في داخل الليكود لطبيعة تعاملهم مع الحاردين يجب أن نتذكر أن تركيبة الليكود على الأقل المتواجدة الآن هي متفاوتة ما بين الليبراليون وما بين كذلك المتدينون والمحافظين بطبيعة الحال فبالتالي هذه التركيبة وعدم الانسجام في الإديولوجيات الدينية والمفاهيم الدينية تؤدي بطبيعة الحال إلى كل مرة يوجد هناك مطب حقيقي إديولوجي يتعلق بالمفاهيم الدينية أن يكون هناك انقصام في داخل الليكود وبالتالي نتنياهو بطبيعة الحال إذا كان لابد لهذه الحكومة أن تتفكك فولن يلجأ إلى قانون الحاردين ولن ينجأ إلى قانون تسمية الحاكمات المطب الثالث هو الصفقة لأنه بطبيعة الحال عندما ينجأ إلى الصفقة سوف يزيح ذلك ستيكر أو تلك الإشارة إشارة اللوزر عن جبينه وعن جبين حزبه على الأقل ويلصقها على جبين سموتريت وبينكفير وبالتالي يخرج بأقل أضرار ممكنة هذا السيناريو الأجمل بالنسبة لبن يمينة الانية أي بطبيعة الحال الورقة الوحيدة للخروج من هذا المطب بالنسبة لنتنياهو هي الذهاب إلى الصفقة أجل سئية أن هناك تاريخان يجب أن يتعامل معهم بالنمينة الانية هو التاريخ الأول بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الرابع والعشرين من يوليو التاريخ الذهاب إلى الوليات المتحدة والعودة بريش الطعوص المنفوش بأنه هو رئيس الوحيد الذي يستطيع أن يقول للولايات المتحدة لا ويقصد منها على نعم ولكن في المقابل كذلك هناك تاريخ آخر موازي لهذا التاريخ نهاية ثم الشهر ألو هو خروج الكنيسة الإسرائيلي إلى عطرته الصيفية في داخل ذلك التاريخ وكان هذا هو السؤال سيد ياب بالتحديد موضوع الكنيسة هل يستطيع من يمين نتنياهو الخروج من هذه الأزمة قبل خروج الكنيسة إلى إجازته أم يعطلها حتى يعود مرة أخرى بعد الإجازة عشرة أيام نتحدث بطبيعة الحال على عشر أيام يعني هل يستطيع من يمين نتنياهو أن يتحمد أثر هذه الأمور على بعد العشر أيام المقبلة بطبيعة الحال يوم الأحد حتى لو دخلنا إلى يوم الأحد نتحدث عن يعني هناك نحن على بعد أربعة أيام على الأقل من يوم الأحد يتبقى له ستة أيام لمحاولة الموازنة في طبيعة هذا الحال لكن في غضون تلك الأيام هو بالحاجة إلى الصفر إلى الولايات المتحدة هناك جهات ضاغفة في داخل إسرائيل تنظر عليه أن يذهب إلى الولايات المتحدة مع صفقة لأنهم يعلمون جيدا إذا عاد من الولايات المتحدة لا يتكون بنواياه أن يتم الصفقة ما بعد ذلك التاريخ أي حتى جزئية المخاوضات لا يتكون أن يستمر بالمخاوضات أصلاً ما بعد تلك التاريخ وبالتالي هل سوف يكون بن يمين تنياهو في الموازنة في غضون الستة أيام القادمة أو العشر أيام القادمة إن شئنا؟ أنا بطبيعة الحال يجب أن نتذكر أنا بن يمين تنياهو استطاع التلاعب في كل الشارع بطبيعة الحال هنا ربما نقطة مهمة جدا تنياهو يدير غرفتين في هذه الأثناء غرفة الحرب وغرفة المفاوضات على حد سواء ربما حتى منالك التقاطع في بعض الشخصيات في كل الغرفتين هل نتنياهو يدير ذلك لوحده بعيداً عما يخرج إلى العلم وإلى الإعلام؟ هل نتنياهو لاستطيع أن يتلاعب بكل الغرفتين لوحده بطبيعة الحال؟ هو بحاجة للشركاء ونحن هنا نتحدث عن شركاء ليس من داخل حكومتي لا نتحدث عن شركاء موترش وبينكبير بل هو بحاجة للشركاء يستطيعون التلاعب كذلك معه في داخل الشارع الإسرائيلي وربما حتى هناك تقاطع في مصالح معينة أهمها الابتعاد عن لجان التحقيق تلاعب بليجان التحقيق هناك مصالح مشتركة بطبيعة الحال في داخل الغرفة المغلقة وباعتقاد عن طريق هذه المصالح هو يستطيع أن يبني شركات موازية يتلاعب بها بالقرارات في داخل إسرائيل شكرا جزيلا سيد إيهاب جبارين المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من حيفا في حادثة نادرة بسلطنة عمان وعلى الرغم من أنها تعرف بكونها واحدة من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة فإن منطقة الوادي الكبير في مصقط شهدت إطلاق نار في محيط مسجد للشيعة أدى إلى مقتل ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية بينهم شرطي ومقتل المهاجمين الثلاثة وجرح أكثر من ثلاثين آخرين الحادث وقع أثناء إحياء الجالية الباكستانية مراسم عاشراء حيث استهدفهم المهاجمون بشكل مباشر الحادثة أثارت حالة من الذعن والقلق في المنطقة وتسببت في فرض إجراءات أمنية مشددة من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في مصقط تحذيرا أمنيا لرعاياها وفي العراق قتل أربعة من رجال الأمن خلال اشتباك مع مسلح داعش في مناطق شرقي ديالا يتي هذا بينما شرعت القوات الحكومية في عمليات تنشيط للمنطقة أعلنت خلالها عن قتل واعتقال عدد من مسلح تنظيم داعش وملاحقتهم في مناطق أخرى من البلاد وسط مخاوف من عودة إحياء التنظيم المتطرف من جديد لم يخفض صوت الموت بعد في العراق فتنظيم داعش يبعث برسائل جديدة لإثبات وجوده عبر عمليات لاستهداف الأجهزة الأمنية في مناطق شرق وغرب البلاد داعش بصيغته السابقة لم يعد قادرا على نمارس نشاطا إرهابيا أو نشاطا عسكرية مثل ما كان في السابق 2015 و14 و16 لكن هذا النشاط الجديد هو بكأنما هو إشارة للراعين الرسميين لهكذا نشاطات ولهكذا تنظيمات أننا موجودين تمت من يقرأ قريطة الخلقات الأمنية الأخيرة بأنها هجمات سريعة ومباغتة في مناطق توجد فيها خلايا نائمة للتنظيم وهي هجمات الهدف منها إرباك الوضع في تلك المناطق هناك مناطق رخوة وهي مسخصة من قبل الجهات الأمنية العراقية وهذا لا يعني أن هناك تلك أو خلل في المنظومة الأمنية بقدر ما أن هناك استطلاعات واستهدافات هذا الأمر ولد حالة من القلق لدى الحكومة التي استنفرت قواتها الأمنية بعملية تمشيط نوعية استطاعت من خلالها قتل وأسر عدد من مسلحي تنظيم وأسكات صوت الرصاص والموت في البلاد محمد فاضل ألغت بغداد وينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد معا لجبوري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد مان قبل قليل أعلن قربي بياحش بسؤوليته عن حادثة عمان وهو ما يطرح السؤال حول مدى إمكانية عودة إطلالة التنظيم برأسه مرة أخرى على الساحة بين الفينة والأخرى الصراعات المحلية والإقليمية وينشط هنا وهناك لديه وجود كما تفضلتم أيضا في التقرير سواء في العراق أو سوريا حتى شمال أفريقيا وللأسف استطاع الوصول وهو ليس مستحيلا بالنسبة لتنظيمات داعش إلى عمان والقيام بهذه العملية الإرهابية نعلم أن داعش يعمل وفق خلايا صغيرة متحركة ذياب منفردة أحيانا من بضعة أشخاص يستعمل أسلحة خفيفة لا يحتاج إلى دعم لوجستي كبير أو دعم مادي ويستطيع الوصول إلى هذه الجهة أو تلك ثم هناك استثمار إلى المد حقيقة القائفي الموجود حاليا على مستوى المنطقة الشرق الأوسط نحن نعلم أن هذه النشاطات التي تجري سواء في العراق في سوريا وأخيرا حتى الكويت واليمن وعمان ممكن أن تستثمر من منظمات إرهابية من ميليشيات من عصابات تستفيد وتستثمر من هذا الطرف أو ذاك كما ذكرت جراء الصراعات الموجودة بالتالي داعش حقيقة استطاع أن يحقق خرق أمني يعتبر لأن نعلم أيضا أن سلطنة عمان من المناطق الساكنة والمستقرة أمنيا والتي لديها نفوذ أمني يعطي رسالة إلى الجميع بأن عمان لا يمكن أن تحدث بها لكن هذه الرسالة حقيقة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار حتى من جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي والمنطقة أي أن داعش يستطيع أن يستثمر المكان والزمان وحيث يشاء يضرب هنا وارك وإن كانت عمليات بسيطة ولكن البعد الإعلامي لها طبعا سيكون كبير جدا مع تفضلكم بالحديث عن الأسلحة القفيفة التي يستخدمها التنظيم وعدم حاجته إلى تمويل كبير يثور السؤال حول أين رأس التنظيم وعين تمويله ولماذا لم تتمكن دول المنطقة بما لديها من أجهزة أمنية في السيطرة على التنظيم والقضاء عليه طوال هذه السنوات عزيزي هذا سؤال مهم جدا وهو طبعا يحيلنا إلى أن لماذا لا يمنتهي داعش داعش أولا تنظيم أديولوجي داعش تنظيم معلن للاستثمار أي تستطيع جميع الفئات المتخاصمة إذا ما تحدثنا على العراق على سبيل المثال هناك صراعات داخلية واضحة جدا هناك صراع عربي كردي هناك صراع شيعي سني هناك صراعات حتى في داخل هذه القوى تركيا أيضا لديها نفوذ وتوغل واسع ولديها طبعا موالين في العراق ومعارضين إيران أيضا حقيقة نعلم أن حجم التوغل الإيراني والأذرع المسلحة والميليشيات التي تنتلكها بالعراق هذه كلها ممكن أن توظف داعش وكما ذكرت بما أنه لا يرغب ولا يتمكن بصراحة من أن يحتل مدن وقرى كما كان في الماضي لكن لا زال يتمكن من أن يقوم بعمليات مستغلا الجغرافية التضاريس كون أن هذه المناطق وأيضا تفضلتم بالحديث عنها مناطق ممكن لهؤلاء الدواعش أن يستثمروا التضاريس والجغرافية المعقدة والصراعات الداخلية الموجودة يعني أيضا ما تفضلتم به بموضوع ديالة وصلاح الدين وكاركوك هذا المثلث الذي يعتبر الخاصر الرخوة ودائما ما تتحرك به الميليشيات هناك امتداد أيضا من محافظة الأنبار باتجاه سوريا الحدود السورية لا تجعل قلقة جدا الحدود السورية تشكل مشكلة كبيرة أيضا في الداخل العراقي من خلال تبادل الفصائل المسلحة وعبور الإرهابيين من سوريا إلى العراق مع الأخذ في الاعتبار حساسية مسألة السيادة بالنسبة لدول العالم أجمع ومنها دول المنطقة إلى أي مدى تحتاج الأجهزة الأمنية في دول المنطقة إلى تعاون مع نظرائها في الدول المتقدمة لمواجهة مثل هذا التنظيم بآلياته تماما بدون التنسيق لا يمكن للقضاء على داعش يجب أن يكون هناك أولا تنسيق إقليمي وحتى دولي هناك قوى مطالبة كثيرة على سبيل المثال في إخراج التحالف الدولي من العراق أتحدث عن العراق وإنعكاساته على المنطقة نحن نعلم أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية متمكنة وتمتلك الخبرة في محاربة الإرهاب وداعش ولكن تمتلك المعلومة الاستخباراتية تمتلك التكنولوجيا تمتلك السلاح العتاد التدريب التسليح التجهيز هذه كلها مسائل تصف في مصلحة محاربة داعش ما لم يكن هناك تنسيق ورغبة حقيقية في أن هذه الدول المنطقة تنسق فيما بينها وتتقد خطوات وتكون تبادل للمعلومة الاستخباراتية للقضاء على داعش سوف يستمر هذا التنظيم الإشكالية الكبرى أن بعض الدول على سبيل المثال تركيا لديها أيضا الفككة التي يعتبر تنظيم مسلح إرهابي ينطلق من العراق ويحاول أن يغير ويحقق دولة كردستان في تركيا أيضا إيران قبل عدة أشهر نعلم أن إيران قامت بعمليات قصف مباشر في السليمانية التي هي مدينة حدودية مع إيران وأدعت أن هناك معارضين إيرانيين أيضا في المنطقة هناك كما ذكرت الميليشيات الفصائل المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة وخارج سيطرتها قبل قليل على سبيل المثال وخبر حصري وأعلن رسميا أن هناك محاولة لقصف قاعدة عين الأسد الذي يتموضع فيها بعض قوات التحالف من قبل طبعا جهات تعلن عن نفسها ليس غريبة وليس بعيدة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران بمسيرتين في داخل العراق هذه كلها حقيقة تعقد المشهد ولا يمكن أن يتم احتواء الوضع الأمني وضبط الإيقاع الأمني في المنطقة ما لم تكن هناك مؤتمرات دولية وإقليمية وتكون هناك قناعة بأن الكل ممكن أن يتعرض كما حدث اليوم للأسف في سلطنة عمان ولا يستبعد أن يحدث هنا وهناك نحن نعلم أيضا أن في الكويت وفي البحرين هناك وضع متأزم نسبيا نتمنى أن لا يستثمر طائفيا ويستغل داعش هذه المناكفات بالتالي يحقق موطئ قدم له ويحقق عمليات كما ذكرت وإن كانت محدودة لكنها ذات بعد سلبي يؤثر على المنطقة بالكامل شكرا جزيلا لك سيد معنى لجبوري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد الثالثة والعشرون متواصلة معكم وفيها موسكو تطلح تساؤلات حول طبيعة قمة السلام التي دعت إليها كييف اهلا بكم من جديد نواصل الثالثة والعشرون تراجعت حدة المواجهات العسكرية في السودان وشهدت جباهات القتال هدوءا ملحوظا خلال الساعات الماضية في المقابل شهد الوضع الإنساني تدهورا كبيرا وحذرت دول ومنظمات دولية من تعرض أكثر من نصف سكان البلاد لخطر المجع في ذات اليوم الذي أكملت فيه حرب السودان شهرها الخامس عشر نشر إعلام الدعم السريع ما قاطع لقائده حميتي قال إنها بالقرب من القصر الرئاسي منصات مساندة للجيش شككت في صحة الفيديو واصفة إياه بالقديم الدعم السريع تقول إنها تسيطر وتنتشر في شوارع مدينة الخرطوم كما يحكم الجيش قبضته على مقاره في القيادة العامة والمدرعات ومحيطها وسلاح الإشارة وعلى أغلب مدينة أمدرمان وينفذ عمليات نوعية بمدينة بحري الضلع الثالث في عاصمة البلاد المثلثة مباحثات جنيف بين الجيش والدعم السريع يقابلها انحسار في حدة المعارك بين الطرفين ورغم هذا الانحسار إلا أن خطر المجاعة وترد الأوضاع الإنسانية ينذر بمجاعة غير مسبوقة بحسب بيان تبنته خمس عشرة دولة فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو خمسة وعشرين مليون وستمائة ألف شخص يعانون من الجوع الشديد وستة ملايين وثلاثمائة ألف طفل من سوء تغذية حاد توقف المطابق الجماعية في الخرطوم مع دخول فصل الخريف وخروج نحو ثلاثة ملايين فدان من الأراضي الزراعية عن الإنتاج ودخول أكثر من ثمانمائة ألف مزارع في دائرة العوز الغذائي ينذر بوضع كارثي تنضي الحرب بين الجيش والدعم السريع بوتيرة متصاعدة في خنق مجمل أسباب الحياة بالسودان بينما لا تزال آمال الكثيرين بأن تنتهي الحرب وتنتهي معها معاناتهم محمد إبراهيم لقناة الغد الخرطوم ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع من العاصمة الفرنسية باريس محمد الأصباط الكاتب والمحمد السياسي السوداني سيد محمد تفسير انحصار المعارك بالتزامن مع مفاوضات جينيف واضح جدا أن القوات منهكة سواء كان القوات التابعة للدعم السريع أو القوات التابعة للقوات المسلحة واضح جدا لإنهاك على هذه القوات على 15 شهر من المعارك المتعددة والمتنوعة وفي مناقب مختلفة من البلاد بالإضافة إلى أن هناك ضغط إقليني ودولي على القوة المؤثرة على الطرفين على غائلية الجيش والدعم السريع أيضا هذه لعبة دولة كبيرة بالإضافة إلى الإنهاكة التي يعيشها السودانين حسب ما ذكرت أخري لكم أن هناك أكثر من 25 مليون سوداني مهددون في الجوع الكامل على المثالب سبتمبر المقبل أكثر من 9 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية تغطع أوصار البلاد اليوم السوداني يشكون من ارتفاع جنوني في أسعار المواد المقبائية والدوائية ارتفاع سعر الدولار في مرابل ارتفاع في مرابل الأولى الوطنية وتوقف الأنشد على مدى 15 شهر هذا خلط حالة من نهاك العام في البلاد إلى أي مدى تشير هذه العوامل سواء الداخلية أو الإقليمية والدولية التي تفضلت بذكرها إلى قرب التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب المستمرة منذ 15 شهر وحتى الآن لا توجد مؤشرات لإنهاء الحرب ولكن واضحاً أن الضغوط الدولية والإغليمية أثمرت في التفاوض على توفير ممرات آمنة لإيصال المواد الجزائية والدوائية المفرد التي بدأت في جنيب في يومها الأول تعثرت تماماً ولم حضر طرف من الطرفين الحرب والطرف الثاني لم يحضر في اليوم الثاني لم يحضر الطرفين ولكن في اليوم الثالث اللي هو أمس الأول تم الاجتماع من قبل مبروز الخاص للأمين العاملون المتحدة السفير رمطان العمامرة مع الوصدين وتم تبادل الوثائق والضراء المسترحات أمس أيضاً تم عرض اجتماع كل على خدا ويبدو واضح جداً أن غلطان العمامرة هو في مأسق حقيقي لأنه هو ممثل خاص بألف أحياء أمامية في العالم يعجز عن تحقيق اجتماع غير مباشر وبالتالي يبدو أن الطبوط تكاثفاً على طرفين الحرب ومن المتوقع أن تفضل مفعوضات جنيه إلى الخطوات الأولى والعتب الأولى في سلم الوصول إلى اتفاق بأسباب إنسانية لإيصال المواد الضغاثية للمتضررين من الحرب خصوصاً في مناطق الآن هناك مناطق المناطق التي تقطعت أوصالها يعني الجزيرة وسناد وشمال كردفان أو كردفان عموماً هذه المناطق طبعاً لا توجد طرق آمنة صفيات الخليف يتعقد الأمر أكثر وتصبح حركة الوصول صعبة جداً في مناطق بالإضافة إلى الحرب وبالتالي يمكن أن توقع أن تسهم كل هذه العاملة الضاغطة في دفع الطرفين المهم هنا سيد محمد هو إرادة المجتمع الدولي الذي يموج حالياً بكثير من التوترات سواء في المنطقة أو في مناطق أخرى كالحرب الروسية الأوكرانية ومع دخول الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً سباق الرئاسة بها يعني رأيك في إرادة المجتمع الدولي ومدى توفرها في الضغط على الطرفين لإبرام الاتفاق هو المجتمع الدولي لا يمتلك إرادة حقيقية لإيقاف الحرب في السودان ولكن هناك الضغط قوي وعنيف ومتواصل من منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأغضية والمعنية بالإضافة بالإضافة إلى الضغط من منظوات المجتمع المدني والإعلام في عدد كبير جداً من بلدان الأوروبية والمتحدة الأمريكية كل هذه العوامل دفعت شكل الضغط لتحريك الملفية ليس إرادة لإيقاف الحرب ولكن هي محاولة لتحريك الملف على حده أقصى أقصى الأحلام التي يتوقعها البلاغيون أن يتم الاتفاق على مسارات آمنة لإيصال الموالة الإقاسية وماذا عن المنطقة العربية والدول الفاعلة وجامعة الدول العربية؟ يعني لا يوجد تأثير مباشر لجمع الدول العربية في الأزمة السودانية من زول الدلعة هناك محاورات خجورة إصدار بيانات وعرض إجتماعات وإصدار بيانات ولا توجد حتى على مستوى الإغاثة يعني الدول العربية يعني يمكنها بسدد هذا النقص الخبير في الغذاء والدواء ولكن مع كل أسف هذه الدول العربية لم تقم بالدولة المرجوة أو المتوقعة منها في جهة الأزمة السودانية بالإضافة إلى أن طبعا كما تعلم أن النظام العربي يعاني من المشكلات والانقسامات إن عكست أيضا على حرب السودان وأسهمت أيضا في ابتعاد الدول العربية واتفاء بعضها بتقديم المساعدات وبعضها بتقديم السلاح وبعضها بمحاولة الحل السياسي للأزمة ولكن لا يوجد جهة عربي متكامل لإيقاف الحرب لأن الدول العربية لا ترميه لتغلها كاملا تجاه الحرب السودانية ظهور حمدتي في ذلك التوقيت وإصرار الدعم السريع على نشر مقاطع الفيديو التي تظهره قرب القصر الجمهوري كما قالوا ونفي الجهات المؤيدة للجيش في المقابل كيف تقرأ هذا المشهد؟ هو واضح هو جزء من الحرب الإعلامية يعني بث هذا الفيديو هو جزء من حرب الإعلامية لأنه هناك مؤسسة ديم في كورس وهي مؤسسة يعني حالية من إصلاقية وهي تعمل على متابعة وتحقق من الأخبار ذكرت في تقرير لها اليوم أن هذا الفيديو قديم ولكن بثه توقيت بثه والإصرار عليه هو رسالة تقع في إطار العمل الإعلام الحربي الذي تقوم به الكتاب الإعلامية لقوات الدعم السريع خصوصا في ظل الخطوات المتتانية لغاية الجيش الذي يتحدث عن أن الجيش دن يذهب إلى أي تفاوض وإلى أن الجيش لن يذهب إلى يعني لن يدخل في أي هدنة وما إلى ذلك يجزء من حرب إعلامية أيضا يعني استلاح آخر في ميدان آخر في ميدان الحرب شكرا جزيلا للكساد محمد الأصباط الكاتب والمحلل السياسي السوداني كنت معنا من الراصمة الفرنسية باريس أثار الرئيس الأوكراني فلادومير زالينيسكي حالة من الجدل وسط الأوساط الروسية بعدما طرح فكرة حضور روسيا قمة سلام مستقبلية في كييف وهو ما أثار تساؤل المسؤولين الروس خاصة بعدما تم تجاهل موسكو لحضور قمة السلام التي استضافتها سويسرا في منتصف الشهر الماضي رد الكريملين بحذر شديد على تصريحات الرئيس الأوكراني فلادومير زالينسكي الذي فتح الباب أمام محادثات مع موسكو للمرات الأولى منذ عام 2022 وأشار الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى أن قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق وأنه ربما من الضروري أولا أن يفهم ما يعنيه زالينسكي وأبدى زالينسكي فتاحاً على مشاركة موسكو في قمة سلام مستقبلية بعد مؤتمر نظم في سويسرا منتصف يونيو بشأن السلام في أوكرانيا وجمع المؤتمر عشرات رؤساء الدول والحكومات بينما استبعدت روسيا وكان زالينسكي أعلن أنه يريد تقديم ما وصفه بخطة للسلام العادل في نوفمبر وذلك بعد عامين ونصف العام من بدء النزاع في أوكرانيا الذي خلف مئات الألاف من الضحايا وتسيطر روسيا على حوالي عشرين في المئة من الأراضي الأوكرانية بينما لا تزال احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو سلام دائم بين كييف وموسكو ضئيلة في هذه المرحلة بحسب مراقبين وتعد هذه المرة الأولى التي لم يشترط في هازيلينسكي سحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية قبل الانخراط في محادثات وحتى الآن يتمسك الكريملين بموقفه الرافض لأي محادثات سلام طالما لم تتخلى كييف عن المناطق الخمس التي أعلنت موسكو ضمها وعن تحالفها مع الغرب الأمر الذي ينظر إليه بأنه مثابة استسلام نهاية الثالثة والعشرون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر